كيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يسترد هذا الحق الفلسطيني المسلوب؟ نحن نتحدث عن قضية الفلسطينية وهي ليست بقضية عادية هو حق فلسطيني، هي أم القضايا العربية كيف يمكن أن يكون هناك حل يرضي الفلسطينيين ويمكن أن ينهي هذا النزاع وصراع الدائر في الأراضي المحتلة؟ طبعا الآن العالم يعيش مخاط كوني الصراع ما كان بالأمس لم يكن غير موجود الآن هناك تحولات، تحولات في كافة المواطيات في الموضوع وهذا ما يرعبهم، هذه التحولات بما فيها داخل المجتمعات يعني قلت رأينا مثلا مزاعرات اللي تلعب في أمريكا من المواطنين أمريكاني اليهود اللي برفضوا أنه ربطه لا بالحركة الصهيونية ولا بإسرائيل أمريكان، يهود، ويرفضوا أن يسموا أنفسهم يهود أمريكان نحن الأمريكان، يهود يقولون 30% من الجيل الصاعد أصبح يعي للحقائق الوضوعية ويعي بمخاطر الاستراتيجية الصهيونية على مستقبل أبنائهم وأحفادهم إذن هناك بداية وعي المجتمعات الغربية أيضا هناك مفاصل نخبوية وعي بدأت تنشر هذا الوعي الجماعي بين شعوبها بالرغم من القرارات التعسفية من قبل بعض الحكومات التي أصبحت ترتعم من رفع العلم الفلسطيني وكأنه هذا العالم هناك بداية تكشف أني بتسلحوا في الموضوع اللاسمي إحنا سميهين إحنا عمرنا ما كنا ضعادين بالسميه إحنا يريدوا أن يحولوا الصراع وكأنه صراع ديني إحنا في ثقافتنا وفي ديننا وفي علمنا وفي تاريخنا وفتحين على الإنسان لا نبيز في الموضوع فبذلك هذه الأمور بدأت تكشف الجراهم ضد المواطنين اليهود في العالم كانت ليس ما جاتش من عندنا بدأت من كرن الثامن عشر وطلعت في الأوساط الغربية وبينما في عالمنا العربي كان حتى في بلاد الأندلس كان مواطن اليهودي محترم ومشبوه كنا نحميهم من الظلم ومن الآخر في الموضوع فلا يستطيعوا أن يتهموا لنا القوى أو الحضارات اللي مارثت ما يسمى الظلم على مواطنين يهود في بلادها أرادوا تلبيس للأمر وكأنه إحنا اللي قلنا إحنا عمرنا ما ميزنا بين مثل المسيحي ويهودي وعلمان إليبديكيان لأنه إحنا مفتحين على الإنسان رسالتنا رسالة للإنسان يا أيها الإنسان شايفتش؟ هاي هني ارتعبوا أنه هذا الفكر الانفتاح الوعي أنه ينتشر في وعي شعوبهم وبقولوا إذا انتشر هذا الوعي فهؤلاء هني اللي سيسيروا العالم في مصارات مختلفة فلذلك اكتوروا ما يسمى بالرأس مالية بالقطوية بالاستراتيجيات الاستعمارية الاستعمادية في الموضوع وحاولوا يبرروها في إطار كلمات لا تعبر عن الحدث الواقعي والعملي والإنجازات صار يقولوا حقوق الإنسان وهم يمارسوا غير ذلك حرية التعبير الآن إذا بتحطي كلمة يعني بتقولي الله يرحم الشهيد بوقفوها بمسحور كياه حتى من وسائل التواصل إذا بتحطي شعار لطالب في الوقوف مع الحق الفلسطيني باعتقلوكي في الموضوع إذا بيطلعوا شعوبهم في موظعرات لمساندة هذا الحق ووقف الجرائم ضد الأطفال فلسطين ونسائها ورجالها وشبابها وصواياها باعتقلوكي كأنك لاسمية هل هذا هو تعريف اللاسمينة؟ أنتم أشد الأعداء لهذه التوجيهات في إثارة والتخفي وراء شعار اللاسمين إحنا عبرنا ما كنا لذلك إذا إحنا ساميين كيف نكون لذلك سامية؟ تعالوا حاسبينا حاسبونا إذا قمنا في جريمة واحدة ضد واحد إذا بسبب دينه أو بسبب لونه أو بسبب جنسيته أو بسبب لغته إحنا مفتحين على العالم كله وهذا سبب أن رسالتنا انتشرت في العالم كلهاتهم وهذه نقطة قوتنا لأنه ترعبهم لأنه فهمين التأثير أو الوقع الحقيقي على المجتمعات ككل إذا تم التقاط في مفاهيمها العميق هن شوهون من داخلنا وأقولكم بصراحة وهلأ الوثائق بدأت سكشة يعني حتى يبرروا ما يقوموا فيه من محاولة الهيمنة على الشعوب وعلى الدول ونهب مواردها ومصادرها قاموا باستراتيجية جديدة اللي بسموها صناعة الأعداء الوهميين يعني نشوف كل المنظمات الإرهابية هلأ هن بقولوا أنه هن اللي مولوها ليه تبرير جرائبهم اللي قاموا فيها في العراق في سوريا في ليبيا في 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 أفريقيا في كل محال هاي اعترافاتهم بش اعترافاتنا إذن داعش لقاعدة هن بصناعوهم والآن بقولوا أنه هاي المقاومة داعش وهاي كأنه 11 سبتمبر شوف المقارنة إذا كان فيه إذن هناك كان فيه مخطط ليه القيام بجرائم كبرى وفي محاولة أخيرة وسيفشل فيها لمسح الهوية الوطنية الفلسطينية وتهجير شعبنا والقول خلاص موضوع الحق الفلسطيني انتهى لا في قضية ولا في مسألة ولا في شيء شعبنا سبت حقه بإرادته بقوته بإمكانياته المتواضعة وسوف يهزمهم من داخله